يبدو أن هذا الدخان لا يكاد يفارق سماء مناطق عدة في السودان جراء الاشتباكات بين قوات الدعم السريع والجيش ففي العاصمة سمعت أصوات اشتباكات عنيفة في محيط سلاح المدرعات جنوبية الخرطوم فيما تساعدت أعمدة الدخان من المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري والتي بدأت قبل عدة أسابيع جراء الحريق الذي تعرضت له محطة بحري الحرارية وفي الفاشر عاصمة ولاية الشمال دارفور قالت مصادر عسكرية إن الجيش المسنود بالقوات المشتركة تصدوا لتسلل من قوات الدعم السريع على المدينة وأشارت المصادر إلى سقوط قتل من قوات الدعم السريع واندلعت مواجهة عنيفة في بلدة الخوي غربية كردوفان بين الجيش والدعم السريع استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والخفيفة بالتزامن مع هجمات جوية من قبل الطيران الحربي التابع للجيش وأشارت المصادر إلى استهداف الطيران الحربي تجمعات لقوات الدعم في الطريق الرابط بين الخوي ومدينة النهود بولاية غرب كردوفان وتحديدا في الخوي ولفتت إلى أن الجيش كثف من نشر قواته حول البلدة في حين انسحبت أعداد كبيرة من عناصر الدعم السريع إلى إدارية قليصة وخلال الساعة الماضية أعلن الجيش تدمير قوة تتبع للدعم السريع قال عنها الجيش إنها كانت تحتمي داخل بعض منازل المواطنين في محيط سلاح المدرعات جنوبية الخرطوم مؤكدا استلامه لأسلحة وعتاد والتزامه بقواعد الاشتباك بحسب قوله ومنذ الخامس عشر من أبريل عام الفين وثلاثة وعشرين يقود الجيش السوداني وقوات الدعم السريع معارك عنيفة خلفت نحو سبعة عشر ألف قتيلا ونزوح ما يزيد على اثني عشر مليون شخص من ولايات الخرطوم والجزيرة وولايات دارفور الخمس ومن أجزاء بولاية شمال كردوفان وغرب وجنوب كردوفان والنيل الأبيض شكرا